جولة كاملة في أهماجة في الصحف التونسية في عدد الصادر بتاريخ 2 مارس 2023 توتسويت في روفيو دو بريس روفيو دو بريس قراءة في عنوين الصحف الصادر اليوم سيهيم بونجور بونجورات حسيم نهارك زين انتي ونسكوليس ما فينا على إذاعة اللاحية تفاهم كل عادة نقرأ وشنو كتبة حفة تونسية اليوم أبرز الملفات والمواضيع اللي حكيت عليهم الجرائد نبدأ بجريدة الصحفة ركزت على زيارة الوفود الرسمية إلى دولة تونسية لقائت رئيس الجمهورية البيرح معهم وكتبة هذا الملف صفحة ثالثة تقول زيارات رسمية عربية ودولية ومكالمات هاتفية ورسائل ود متهاطلة على تونس استثمارها ضروري مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني ترجع على الوفد القطري اللي زارة تونس ترجع زد على وزراء الداخلية العرب اللي كانوا ضيوف البيرح ونلقا زد ترجع على أغلب التصريحات اللي صارت مؤخرا بين وزير الخارجية التونسي بين سافير فرنسا اللي قالج معهم وإلا المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالي والبرح زد صارت مكالمة الهاتفية بين رئيس الحكومة ورئيس الوزراء الإيطالية ثم برشاوثاني وود لغير ذيك تقول لك أنه يعني هالاهتمام والود لم يقتصر على أوروبا بل شمل أيضا آسيا جاء الاتصال تحديدا من إيران من وزير الخارجية الإيراني أيضا كله اتصال مع وزير الخارجية التونسي وتقول في المحصلة بلادنا ليست ولم تكن يوما في عزلة تنتقدها الدول صديقة وحتى شقيقة وتتقاطع مصالحنا أحيانا وتختلف أحيانا أخرى إلى درجة التنقذ ولكن بلادنا تظل قبلة ووجهة ضرورية ليس حبا فيها أو فينا حكما وشعبا موالاة ومعارضة ولكن دفاعا مشروعا عن خيارات ومصالح تونس خاصة نحكي في نفس الصفحة زادة على المشاركة في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر إلى تونس بين المعلن والخفي خطر برشاك ليم تقال على زيارة الوفد القطري خاصة في علاقة ببعض الملفات والإيقافات وبعض القيادات في حركة النهضة على كل المحلل السياسي الجمعي الجيسم يقول بأنه زيارة لأديها الوفد القطري ضرب من خلالها عصفورين بحجر واحد شارك في أشغال الدورة الأربعين لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب اللي نعقد البارح في تونس ومن خلال الوفد الرفيح المرافق ليه ولقائته على مستوى رفيع التقى مع رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة وهذا يعكس تناول العلاقات الثنائية وتدير السبل الدعمية ويقول بغض النظر عن كل ما يقال عن هذه الزيارة وعلاقاتها بالإيقافات الحاصلة مؤخرا ما استبعدش المحلل السياسي أن يكون فما نقاش حول رشد الغنوشي وحركة النهضة بالنظر لما يربط الغنوشي والنهضة بدولة قطر وبطبيعة الحالة نشوف التطورات كيفيش بيش تكون وأغلب التصريحات نقاش في الصفحة الخامسة نحكي وزيدة على بليغ الخارجية التونسية مؤخرا مجال التحرك البعثات الدبلوماسية بين القانون والتقاليد والبروتوكول نرجو على بيان الخارجية اللي طلبت من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس أنها تتقيد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية اللي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين بها الدبلوماسي سابق عز الدين زياني يأكد بأن معاهدة فيينا لسنة 61 نظمة مجالات تحرك وتعامل التمثليات الدبلوماسية في دول الاعتماد ومن بين المسائل اللي أكدت عليها وعدم السماح للدبلوماسيين بتدخل في شؤون الداخلية لبلدان الاعتماد أو إبداء الرأي فيها حسب الفصل 41 من معاهدة فيينا ويقول أن حضور مثلا دبلوماسيين في مأدوبة غدا أو عشا ما يمثلش مجال للتعليق على الأوضاع الداخلية لتعرفها تلك الدول هذا احتراما للنواميس والأعراف الدبلوماسية ويقول يتوجب أيضا على البعثات الدبلوماسية إنها تحترم القوانين المعمول بها في الدول المعتمدة ويقول بخصوص حضور المسئولين والسياسيين عموما في مناسبات بروتوكولية يقول الزييني أنه في حال استدعاء أي مسئول لحضور أي لقات نظم أي بعثة دبلوماسية لازم يتم أعلام وزارة الشؤون الخارجية مسبقا وقد يسأل الحاضرون عن فحوال لقاء إذا ما كانت العلاقات طيبة والأوضاع عادية طبعا شفنا احنا مثال في السفارة الإيرانية هكاللقاء زيدا كيف كيف لجمع عدد من السياسيين في تونس واعتبر دبلوماسي السابق أنه هنواميس هذه والقواعد المعمول بها السابقا لم تعد محترمة في السنوات الأخيرة في تونس وهذا اللي خلى فم تدخل بين ما هو سياسي وما هو علاقات خارجية مع عديد الدول الصديقة والشقيقة ونتفكره حتى مجموعة السابع في تونس السفارة معناها يصدروا ساعة بيانات بخصوص لساير معناها في البلاد وهذا يعتبر تدخل في أشؤون الداخلية لتونس نحكي وزيدا في صفحة الثمنة على تواصل أزمة الأدوية في تونس نرجع على هذا الملف بمختلف التفاصيل خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لكل مخزن منطقة الأدوية كمية تكبيرة من الأدوية منتهية السلوحية وهنا تدعو جريدة صحفة إلى تطبيق القانون لتطويق هذه الأزمة تدعو إلى ضرورة الإصلاح واللي يستوجب يعني إجراءة تكون شجاعة والابتعاد عن الحلول الترقيعية نحكي وزيدا على تصريح المساعد الأول لوكيل الجمهورية يقول القضاء يجمد جميع أرصيدة وأموال نقابة أعوان وإطارة العدلية لفقة ثمانية مليارات تلقاه التفاصيل في صفحة تسعة من جريدة الصحافة في جريدة الصباح لليوم نحكي وزيدا على برشا مقالات في صفحة الثالثة نرجع على تصريح وزير الداخلية تونسي توفيق شرف الدين البارح في اجتماع وزراء الداخلية العرب يقول تونس تتعرض لهجمة غير مسبوقة بسبب موقف سيدي في مجال الهجرة غير النظامية رجع على الموقف بخصوص المهاجرين الأفريقى وكل بيانات اللي خارجت من الأتحاد الأفريقية أو بعض الدول الأفريقية الأخرى زيدا تلقى مقال آخر على تصريح أبو الغيت البارح في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت دعا لحلول وتسويات سياسية لمواجهة الظواهر الأمنية السلبية اللي يحكي وعليها البارح في هذا الاجتماع نحكي وزيدا على الدبلوماسية التونسية أمام رهين المعادلة الصعبة في ظل تعدد الملفات وتشعوبها وخذيت الجريدة بعض التصريحات لبعض السفراء السفيري العماني بتونس يأكدوا أنه العلاقات العمانية التونسية مقبلة على مزيد التطور حسب تصريحه في صفحة الرابعة تحكي جيدة أصباح على أزمة التعليم أزمة التعليم امتحانة دون أعداد للمرة ثانية أي جدوى من التقييم النهار لاثنين الجاي باش تنطلق الامتحانات في كيفة المدارس والأعدديات والمعهد الثانوية امتحانة الثلاثي الثاني تقول أنه الامتحانات هذه غيب عليها مبدأ التكافأ في الفرص بما أنه التلاميذ المنتسبين للقطاع العمومي قاعدين يعيشوا في ضغط مضاعف بسبب تواصل سيست التعنت وانسيدات قنوات الحوار بين سلطة الإشراف وبقي الأطراف الاجتماعية وهذا اللي خلي التلميذ بمثابة تراهينة بهدف الضغط على المفاوضات وتفعيل مختلف الاتفاقية العالقة وتقول من هذا المنطلق تأتي المحطة التقييمية الثانية من غير ما نعرفه للتلميذ وللولي شنو المعدل امتيعه ولا الرتبة امتيعه في امتحانة الثلاثي الأول بعد ما قررت الجمع العامة للتعليم الأساسي إنها تواصل تحجب الأعداد بالنسبة للثلاثي الثاني أيضا وتعلق على هذه الوضعية تقول وضعية تجعل التلميذ يعيش ضغط مضاعف ويتساءل أي جدوى من الامتحانات ومن آلية التقييم برمتها أزمة التعليم ما زالت مستمرة وخاصة في الفترة هذه حسيم لأنه فما امتحانات يعني يعديهم تليم ذا كيفاش بش يعديهم امتحاناته هما مخذيوش أعداد الامتحانات بتاع الثلاثي الأول هو في ظل الوضعية هذية بالنسبة لحجب الأعداد بالنسبة للأساذ فأنه عدد من الأولياء في سوسا في ولاية سوسا كانوا أعنموا أخرا أنهم باش يقوموا بوقفة احتجاجية ومسيرة في سوسا بتاريخ 4 مارس تحت شعار أولادنا خط أحمر وبحضور المحامي لدى التعقيب بسفته هو موكلهم لأنهم رفعوا قضية بالنقبات وفي علاقة يعني بعملية حجب الأعداد وقال لك أولادنا خط أحمر وهذه المسيرة بشكون بتاريخ 4 مارس برشة جمعية زادة حسيم كانت فيما جمعية رسمية نتقدبت بشكاية ضد نقابة التعليم الثانوي بسبب هذا الموضوع زادة نلقى جمعية التلاميذ والأولياء زادة وجهة نداء إلى رئيس الجمهورية قيسي سعيد للتدخل في هذا الموضوع وفم امتعاض حقيقي اليوم من قبل الأولياء والجمعية المعنية بالتربية والتعليم من هذه الأزمة المتواصلة وخطرها زادة حتى عندها سنوات حسيم كل عام تتجدد نفس الأزمة تتجدد كل عام نمشي إلى جريدة أشروق اليوم في صفحة ثالثة نحكي وعلى لقاء رئيس الجمهورية البارح مع وزيرة العدل حول قضية أمن الدولة قال إن المتأمرون لن يفلتوا من المحاسبات ورجعت نقلت تقريبا البيان بتعريسة الجمهورية في هذا الخصوص في صفحة الخامسة تلقى حوار مع وزير الخارجية الأسبق سيد أحمد أونيس حول دعوة الخارجية للبعثات الدبلوماسية أنهم يتقيدوا باتفاقية فيينا زد كيف كيف يحكي على هذه الاتفاقية على ضرورة احترام الدولة المعتمد فيها يعني هذا السفير عدم التدخل في شؤون هذه الدولة الداخلية وبتباعة الحال علق على بعض التصريحات وزيارات الأخيرة قال إن قطر ستساعد تونس على تجاوز الأزمة متاحة ويعتبر إن توظيف دولة أجنبية في قضايا داخلية هذا جريمة يقول على الدبلوماسيين احترام القوانين الداخلية لدولة الاعتماد ويعلق على الأزمة مع بعض الدول الإفريقية يقول مواقف بعض الحكومات الإفريقية مبنية على سوء فهم للسياسة التونسية في هذا المقال زيادة تلقى فكرة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي مجموعة من القواعد والمبادئ اللي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول تم تبني الاتفاقية هذي عام 1961 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات الدبلوماسية اللي تم عقده بالنمسا تهدف الاتفاقية إلى تحديد النظام القانوني للعلاقات الدبلوماسية بين الدول وتحديد الحقوق والوجبات المترتبة على البعثات الدبلوماسية وموظفي السلك الدبلوماسي تلقى برشة تفاصيل أخرين خاصة وأنها تأكد على أن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية تلتزم بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم توجيه تهديدات أو استخدام القوة والتواصل معها بشكل حضاري وبناء على المساوات والمنفعة المتبادلة في جريدة الشروق أيضا نحكيه على موضوع قاعدين نسمعه فيه برشة حسين اللي هو اللطفة عليكم نسل كل النوبات القلبية والإنفلوانزا فما علاقة بناتهم واللاز فما علاقة بتلقيح كورونا ولا فيروس كورونا ولا النزلة الموصومية باللي قاعدين نسمعه في كل مرة تسمع حد توفي بنوبة قلبية شنوه العلاق؟ هذا يشغل رأي العام بشكل كبير وبرشة ناس قاعدة تحكي فيه جريدة الشروق حاولت أنها تجاوب على بعض الأسئلة تقول أنه لا إثبات علميا للعلاقة بين النوبات القلبية وبين الإنفلوانزا طبعا أخذت رأي مختص تقول أنه يعني فما برشة أسألة تطرح من قبل المواطنين شنوه العلاقة بين الإصابة بالإنفلوانزا والنوبة القلبية؟ شنوه حقيقة تأثيرات لقاح كورونا على القلب؟ كيفاش نجموا نفسروا حالة الموت المفاجئة تحت تأثير أعراض الإنفلوانزا؟ هوني رجعت على آخر الوفيات اللي سجلناهم ووفيت الممثلة ريم الحمروني والصحف المنتج في الإذاعة الثقافية نظم الهيني رب يرحمهم ونعمهم وغيرهم زادة أخرين اللي توفيوا زادة بأزمة قلبية شنوه العلاقة بينتهم؟ تقول بأن الأسألة هذه وغيرها يترحوها برشة ناس في الأيام هذه بشدة بسبب تويتر حالة الوفيت هذه وبعض الأراء تمشي إلى أنها تربط بلقاح كورونا أو كوفيد 19 وأعراض هذا الموت المفاجئة تقول إلا أن العلم يقول عكس ذلك على حد قولة دكتور محمد مرابط رئيس الجمعية التونسية للطب العائلي معناها يقول ما فمش إثبت علمي ويقول نادرا ما يسيب الفيروس القلب مباشرة ويقدم عدة تفاصيل في هذا الخصوص في الصفحة التاسعة نحكيه وزيدة على قضية التوينسا المحكومة عليهم بالسجن خمس سنوات في الجزائر نعود على تفاصيل هذا الملف كنا حكيين عليه البارح في غيكاب ميدي وإن شاء الله سلطات التونسية تدخل من أجل أنهم يرجعوا توينسا لأنها عقوبة مش هددة وتونس في كل الأحوال لازم هدفع على مواطنيها أينما كانوا وخاصة أنه عنا علاقات جيدة مع الشقيقة الجزائر نمشي إلى جريدة المغرب نكمل بها اليوم الافتتاحية بقلم زميل زيد كريشين يقول مرة أخرى مواطنون لرعاية يقول بأنه فما ثقافة سياسية جديدة اليوم في البلاد تعتبر أن السياسة بما فيها التعدد واختلاف والتحزب واختيارات وإديولوجيات قد انتهى عهدها وانتفى مجال ممارستها في الفضاء العام والسياسة عند هؤلاء هي حكر على أجهزة الدولة بل هي اختصاص حصري لرأس السلطة التنفيذية فقط لا غير الثقافة السياسية هذه يقول يبشروا بها عددها من نواب البرلمان القادم والعديد من وزراء الحكومة الحالية يقول لك احنا مانش سياسيين احنا ناس تقنيين معنىها فقط مانش سياسيين يقول ملا كيف هو في نهاية الأمر الوزير يمارس السياسة هذه السياسة معنى ولكن يقول في النهاية بدل أن نذهب إلى ديمقراطية أكثر تشاركية وشفافية يكون المواطن والمواطنة فيها حجر الزاوية يقول نحن بسادة تحويل المواطنين إلى رعاية لا رأية ولا قرارة لهم ويقول مواطنون لرعاية هو كتاب للمثقف المصري خالد محمد خالد صدر للمرة الأولى سنة 51 كتاب حمل صرخة شيب عمر 31 سنة ما زالت أصدقها تدوي في كامل الربوع العربية في صفحة الرابعة من جريدة المغرب لليوم نحكيه على اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب أبرز التصريحات خاصة لوزير الداخلية تونسي لقال بأن تونس تتعرض إلى هجمة غير مسبوقة ونأمل في دعم وقفها حول الهجرة غير النظامية كما تنجموزيدا تقرأ عدة مقالات أخرى في الجوانب الاقتصادية والثقافية في جريدة المغرب لليوم يعطيك صحة سيهم دونك وفيتي وكفيتي هذي جولة كاملة في أهم ما جاء في صحف تونسية في عددها الصادر بتاريخ 2 مارس 2023 في روفي دو برس روفي دو برس في رأى في عنوين الصحف الصادر اليوم ركاب كل عادة إن شاء الله إن شاء الله نتقابلهم لحدش ونص حتكش الماضي ساعة ونص في غيكات ميدي بكم الفقرات اللي تعودتوا بيها وضيوف كل عادة جدد في إطار متابعة المستجدات هذا هو سيهم حملة سارة البرح في الحي سيهم صارت البرح في ساعة متأخرة منها الليل القضاء على الانتصاب الفوضوي نذكركم نستسمع في نتوب بعد شوية تطرقه الصور موجودة على الفاش فيسبوك ومتاعنا الحياة تفهم وكأنه بدأت تنطلق الحملة لمحاولة القضاء على الانتصاب الفوضوي هو القضاء على الانتصاب الفوضوي مهم جدا للناس وللمدينة وللي عندهم محلات زادة حاجة أخرى البلدية لازمها توفر بديل موجود إذا كان موجود أوكي ثاني حاجة مش أول مرة تعمل حملة للانتصاب وتتفكر أنه تعاملة الحملة هيدي وقعد تقدش من معناها مدة مديدة كل وحنا في الكوفيد وقتا نتفكروا نسي كل الحملة مديدة ما فهمش انتصاب فوضوي ومبعض رجعت تونك الفايدة هو أنه نديموا نكي ناخذوا قرار معناها نحافظوا على تطبيق ذلك القرار وفهم أماكن أخرى روزدة فيها انتصاب فوضوي اليوم حي محمدالي معاش ناجم تتعدى المنصورة معاش ناجم تتعدى منه نحي سي وروم فوان لبحث الانحي سي اللي عدينا للرحبة زي دا كيف كيف معاش ناجم تتعدى منه دونك راهوا اليوم مهم جدا كون نحاولوا أنا نقضيوا على الانتصاب الفوضوي والأهم من هذا الكل كون اليوم أنا عامل مرشي مهيئ أنا اليوم كبلدية صارفة فلوس وعملت مرشي هيئت وباش للناس تنتصب فيه وتخدم فيه والتجار يمشي وينتصبوا فيه في المقابل تلقى أنيش الناس ملتزمة وتدخل للمرشي الداخل في المقابل تلقى أنيش أخرى تنصب البر ولن يزيدا نحكيه على واعي المواطن اللي ما يدخلش للمرشي الداخل مينبا يقضي شورو من الكيس ويزروحو ويمشي يروح دونك الصوار ان شاء الله تلقوهم موجودين مضاعد على الفيس بوك متاعنا الحياة افهم سينو احنا مزنا موصين معكم المشوار في برنامجكم ماتينال الحياة كيما العادي